الحياة فضيحة ومن لا يجربوها كما نقول بأراغة أمر خسارة قد يستمر بعض هذا القول ويحتاج ويعتبر أنها دعوة للمرأة كثيرة ومعنا ذلك لا الأمر ليس هكذا بفيني سأوضع ما أعني بهذا لاحقا قلت أن الحياة فضيحة وأن كل من لا يجرب هذا الفضيحة أو رائشها وتفاصيلها لا يستطيع عنا البعيد أنه امتلك الأمر أو تجربة أو حياة حقيقية الخوف المرضي من الفضيحة كما أرى هو السر تخلفنا وحاجتنا المتواصلة من الكذب والنفاق والإجعاء والدجل فلولا هذا الخوف لما تدهورت أحوالنا وحتى باتت كل أدوات الكذب ويعتدوا كما يبدو بالنها حاجة ماسة يطلبها الجميع وبدونها حسب تجربتنا تتعطل الحياة وتشتعل الأزمات والمشاكل التي لا حصر لها تخيلوا فقط لو خرج سياسي واحد يعني حتى لو كان مسؤول عن قرية صغيرة قال كل اللي أرفعه وأكشف كل الأوراق والمواقف والاتفاقات فتخيلوا نتيجة هذا تخيلوا أيضا رجل دين مثلا يخرج ويقول الحقيقة اللي يقصيها أمام الجميع عن المؤتقدات الحقيقية وليس بشكل العام الذي يظهر به إلى الناس تخيلوا مثلا أمرأة تأثر في مغامراتها العاطفية أو السرية سواء في مرحلة المراهقة أو حتى في حياتها الزوجية تخيلوا اعترافها بأنها تشتهي شيء معين أو تضحك أو تمارس قضية معينة في الغربة على المجتمع تخيلوا أيضا اعتراف زوج أو أخ أو ابن أو أموه الناس بأخطاءهم ومحاولتهم وسعرهم الدائم لإصلاحها بدلا من الإجعاء لأنهم لا يرتكبون أخطاء ولا يعرفون شيء اسم أخطاء ويقدمون صورة ممتازة عن أنفسهم على طول الخط هذا كله يوضح لنا بأنه نعتقد بأن اعترافنا بالأخطاء من أكبر أنواع الفضائح هذا هو بالنتيجة يؤدي إلى أنه نحن يمكننا أن نقول للقاتل أن تقاتل ونمتنع أن نقول للفاسد أن تفاسد علنا وبيض النظر عن ما يجري نمتنع أن نقول بأن هذا الدين الموجود هو دين جيد ونحدد من هو وليس نقول كلام عام نقول هذا هو الشخص الذي لا يمثل الدين الصحيح ويجب أن نطالب بالدين الصحيح لا أن نطلق كلام العام السطحي الذي هو نوع من التسويف والمماطلة وأتقبل واقع الحال بل والتغطية عليه والتواطئ معه طبعاً رح يرد البعض ويقول ماذا تقول يا رجل مثلاً؟ هل تدعونا لأن نضح أنفسنا ذا أنفسنا؟ أقول له نعم هذا هو الضبط هو المطلوب بل يجب أن نفعل هذا الأمر بإسراء ما يمكن يعني منذ وقت الزمن يأفودنا والأمم تقدمت وتطورك ونحن ما زلنا نستر على روحنا وعاشين بالستر وتقابة الإسناب والخشة من أي مواجهة حقيقية لمشاكلنا طبعاً من حق الجميع أن يعترضون على هذا القول وهذا الطلب ومن حق بالمقابل أن أرد وأقول هل هناك فضيحة أكبر من أننا وقوال قرنين تقريباً عالة على العالم؟ هل هناك فضيحة أكبر من أننا لم نقدم للبشرية إلا قيم التطرف والتعصر بدلاً من قيم المحبة والتصامح والتعاون بين البشر؟ هل من الشيء المشرف أنهم قدم نعيشة إيجابة للعالم؟ هل هناك فضيحة أكبر من فضيحة إلقاء التهم عن الآخرين وتبرئة أنفسهم وكل شيء؟ هل هناك فضيحة أكبر من أدم إعتراف مسؤول واحد بخطأ واحد ليس الآن فقط طوال تاريخنا؟ لا، لا موجود أعطوني شخص واحد أعترف بأخطاء أو بالعكس أكبر هناك فضيحة أتعلمت أن تطوّع للدفاع عن أخطاء الآخرين كنا نتذكر أستقالة جمعية للناس بعد ما تسمى بمكسة حزيران وهي هزيمة شنيعة هزيمة شنيعة ليس من قبل التيان الصيوني بل من قبل هزيمة نحن من داخلنا نهزمنا وإلا ما لا يمكن أن يهزمنا أحد لأننا لم نكون على درجة من الصراحة والمكاشفة والشفافية مع نفسنا ومع قيمنا ومع مؤتقداتنا ومع كل شيء حاولنا سواء على صعيد الواقع المادي أو صعيد الأفكار والثقافات أموماً أنا أشوف أن الفضيحة حاجة ماسة ويجب أن نعيشها ونجربها بشكل كامل وبدون أن نمارس هذه الفضيحة والفضح ما لدينا لن نتقدم كعرب أو كمسلمين أيضاً وهذا الأمر لا يشمل العرب والمسلمين بل جميع شعب العالم عندما لا يمارسونهم عملية الفضح والكشف لن يستطيع ونفطه ومن بالعكس هو أشبه بشخص مصاب بمرضان مصاب بمرضان حلوة لكن مصاب بسرطان ويجب أن هذا الشخص يرصد أن يأترك بمرضان ماذا تخيلوا النتيجة؟ تتعقد الأمراء تظهر عليها في كل أعضاء الجسد الأمراء وتصل إلى مناطق لم تكن مصابة سابقاً وهذا ما يحصل بالضبط على جسد مجتمعاتنا حتى لا أعطوا الكلام بالنقاط محددة يجب أن نعيد النظر في السلم القيم السائدة من تفكيك معانيها وبحقيقة هي أغلبها في الواقع تحمل معنى شاء مقلوم ولابد أن نعيد تقومها وقومها من جديد على قدميها بشكل حقيقي ومن هذه القيم مثلاً مفهوم النهوة كثير مفاهيم من النهوة ننهض من ماذا مثلا؟ علينا أن ننهض من المستقبل وليس من الماضي النهوة المقصود بها أن ننهض من الماضي أو نعيد ما هو نائم فينا وننشط من زديد وما هو نائم فينا هو ثراثنا وثراثنا على علاقة بالماضي لهباً مع الماضي لا يمكن أن تنهض من جديد مع هذه الأشياء وهذا نفس ما يقول لك حركة النهوة العربية وحركة أحياء الأوم الدين نحن لا نريد أحياء الأوم الدين نحن نريد أن نعالج مشاكل الدين أن تتحياء الأوم الدين ما هذا تحيي ماذا؟ تحيي شيء قبل ألف عام؟ لم أحاجدني هذا الإحياء هذا شيء خطأ وترويج لمفاهيم نعتقد أن هذه الأمام قبل النقاس لا بالعكس لا يوجد شيء إسرائي لا نحتاج أحياء الأوم الدين ولا نحتاج أصلاح الدولة والمجتمع هذه كلمات عامة نحن نريد أن نعيد نظر بكل شيء ونتناول أشياء نعيد نظر بأسس ما حصل الأسس الثقافية والمعرفية والدينية والاجتماعية والأصول الثقافية التي تقوم عليها أفكارها بالكامل بدون هذا لا يمكننا أن نعيش في المستقبل هذا لابد أن نمارس فضيحة ونتقبل فكرة الفضيحة عقليا لا أقصد الفضيحة بمعناها السائل أقصد الفضيحة بمعناها الكبير المهم الذي يحتاجه كل إنسان لكي يراقب نفسه ويؤيد النظر فيها بسبيل أن يتقدم وليس بسبيل أن يتكلس أو يتخلق أو يتراجع ماذا نفعل نفعل أن نؤيد نستر على فضائحنا يعني جهدنا الجهيد في مجتمعاتنا دائما منصب على ستر نستر مجتمعاتنا عندما لاحظت دائما الجميع يصرخ ليل نهار يطالبون بالستر يعني حتى كل شيء تقريبا بحياتنا مستور لا نعرف ما هي الحقيقة كل شيء كاذب ومزيف يعني بدا من رئيس نسائنا رؤوس نسائنا وبناتنا وانتهاء بستر حكوماتنا عار حكوماتنا وفسادها وفساد القائمين عليها رغمًا عن نوف يعني هم قائمين عليها رغمًا عن نوفنا طبعًا أو برضاتنا أو بمبايعتنا أيضًا أو تواطئنا معهم الستر بهذا المعنى هو أصبح تستر على فضيحة فضائح لا أول لها ولا أخر يعني فضائح بالجملة يعني بالأراق قلب وستنجل يعني فضائح هذا أدى إلى أن يصبح الستر نفسه عملية شكلية وحتى وصلنا إلى درجة أنه ما نحتاج أن نبرر عملية الستر ستر الفضائح بلعك ستر وقل لك أكو فضيحة استر عليها ولا تنشرها لا يجب أن تنشرها هذا حال حال الحجاب على النساء رؤوس النساء والعبائم على رؤوس الرجال الدين كلها أصبحت مسائل مزيفة الهدف منها ليست تعبير عن ذات الإنسان وحقيقته لا الهدف منها إرسال رسالة رسالة غش وكذب ودجل وستر ودعاء أجوف وفارغ كما هذا الفراغ كما نشاهده في حياتنا الفراغ والفساد نشاهده عمليا من أين يأتي من هذه المظاهر التي تنتشر بنا وقيم الفاسد التي نؤمن بها ونعتقد بأنها أصبحت حقيقة لا تقبل الجدل ولا يمكن إصلاحها ولا يمكن أن نتراجع عنها هذا القول أنا أقول بأننا أصبحنا نستر على أنفسنا لكن الحجاب كما قال أو أقول أنا ما أعرف الحجاب لا يهجب الحقيقة ليس الحجاب على مستوى النساء على مستوى الحياة بأكمله هنا حياتنا بأكمله حياة محجبة ومزايفة لا يهجب الحقيقة ولا تشي بحقيقتها التي هي مكشوفة بالمناسبة يعني كلنا نعرف لكن نطمطم ونلفل في المواضيع بطريقة سيئة جدا وهذا أدى بالتالي لأن كل شيء أصبح مجرد مظاهر وشكليات ولا تدل فقط على الضباطية أصحابها وهذا الضباط كما قلت هذا أدى لأنه نمتنع مشاهدة كوارث التي تنتشر داخل جميع أفضل حياتنا العملية وأيضا حياتنا المعرفية والفكرية أن يفتاح بالتالي مطلوب وهذا الذي يجب أن نصل إليه شيئنا ما بيننا لأن الواقع يجب أن يفرغ نفسي العالم الآن اختلف ويحتاج من الجميع أن نقدم ما لديه فإن لم يكن لدينا ما نقدمه سواء الإرهاب والعنف والتقرف أو أيضا الإنكار التطور العلمي والتقني والتكنولوجي والمعرفي وباقي المجاه الماضي والتاريخ فهذا العالم لا يتقبل ويتحمله صحيح أنه الآن مستفيدين من مستمعات السهلاتية يصرفون بها بيناتنا ضرائع ضرائعهم ومعتماد على ثرواتنا ومعتماد على ثرواتنا لكن بعد أن تنظر هذه الثروات ما هذا نفعل لا يبقى لدينا شيء بالنتيجة كما يبدو يجب أن نفهم بأنه لا تغيير ولا تثوير ولا تنوير فكري وثقافي وحضاري بدون ما ممكن نتطور ونصل إلى المراكب أو على الأقل نلحق أو نصطف مع الآخرين في تقدم الحضاري كل ما نفعله هو مجارة بدلا من التثوير والتنوير مجارة تسخير وتغرير بالناس واستغلالهم واستثمارهم بطرق بشعة أقل ما يقال عنهم بشعة و اختصار بصراحة يعني الآن أنا دائما أقول أن المجتمعات العربية ترفض الزنا وعلى صعيد الأفراد لكن بالحقيقة الدين الذي نؤمن به الدين الشاع الذي نؤمن به يختصب الناس يومياً يختصب حقوقهم يختصب أفكارهم يختصب خصوصيتهم الاختصاب عملية محللة وبالعكس مباركة من قبل الدين الشاع والقائمين على الدين الشاع الدين هو أكبر شيء أكبر أكبر عامل يختصب الناس حالياً يختصب ويدخز الناس بكل الطرق و بكل الأشكال الإنسان مستغل مهان مدمر لا أحد يحتفل به وبالعكس كل الإطناب والتكريم لفضايا أصبحت بحكم في مجاه للتاريخ ولا تنفع ولا بالعكس تغرب وتؤدي نحن بالتالي أعداء أنفسنا طالما استمرنا على هذا الواقع نحن أعداء أنفسنا و حتى أصبحنا طيار من أي تغيير فما هو الحال؟ نابد أن نجد الحال الحال كما قلت هو أن نظر أنفسنا بأنفسنا أن نمارس الفضيحة الكاملة و نعيشها بحلوها ومرحب يعني الحياة هي ما تعيش إلا على شكل فضيحة الموت هو هو الستر الوحيد الحياة هي بأكملة فضيحة يعني أن تكون حيا معناها أن أن تعيش الفضيحة الفضيحة هي يعني كما يقال مثلا الحياة هي صراع وإداء وخيارات وخطط ورؤى يعني هي هذه الحياة فهذه كلها عملية تفضح مستمرة تفضح لدواتنا للاختبار فهذه العملية لا بد أن نواجهها ونأتي ربيها ونعتبرها مسألة طبيعية فأيهما نفضل أن نعيش هذه الحياة المفضوحة الحقيقية الواقعية أم نعيش على شكل ستر فهذا معناها نعيش طريقة الموتى ما نعيش الحياة في الحقيقة بالعكس أيهما تفضلون أن تفضلون يعني حياة تحتشد بالجهد والإهانة والاقتصاب والكذب والدجل أم تعيشون أو حياة العطالة والفساد والتعصب أم تعيشون حياة الإبداع والتغيير والتفكير والتفوير والتنوير أيهما تفضل تفضل حياة في عالم مظلم يخشى أجار من جارة والأخ من أخي والما يسمى مواطن بالعكس هو ليس مواطن ما يسمى من المسؤول ومن الحاكم ومن الرجل الدين يختار أي حياة كل حقوقنا مقتصبة جميعا فهذا الشيء يجب أن يتوقف ويجب أن نخجل من الكذب على أنفسنا والدعاء وفوقها ندعي حرية التعبير وهذا الشيء لا يجوز أقول أختصر وأقول نحن يجب أن ننتفل لأن الدول أو نشعر بالإهانة لأن هناك دول سبقتها وفكرة مثلا لقاح المرض يهدد البشرية لماذا لا نحتاج على هذا الشيء؟ لماذا ننتفل مثلا لأمرأة أو تخلت عن الحجاب وبدل ما نشجع نسانا أن يكون المستوى مثلا ميركل أو كاميلا هاريس أو مستوى باحثات وعالمات في الفيزاء وفي الطب ورائضات فضاء لماذا لا نطالب بهذا الشيء؟ لماذا نطالب لسانب أن يكونوا بمستوى هؤلاء؟ هذا الشيء الصحيح ليس أن أمرأة رفعت الحجاب أنت شعري أنت شرك علاقة لا تخصك هذا تدخل لا تخصك حتى لو أختك لو أمك لو أخالتك لو عامتك لا تخصك هذا قرار خاص ويجب أن تقدره وتحترمه عندما نكفع عن التدخل في هذه القضايا نعتبر أن كل سلوك بردي أبارة عن سلوك خاص يعني استقلالية إنسان بحياته بسلوكه بتفكيره أنذلك نستطيع أن نقول ما هي حياته ومارسنا هذا الشكل الحقيقي والهدف هو أن يتعاون الأفراد فيما بينهم من أجل يعني بناء مجتمع متكامل متعاون وليس بهدف أن يتحاولون الجميع إلى كتلة متراصة عن يعني لا تفكر مجرد تتحرك بشكل قطيعي هذا الشريء كان أيام المراحل مبكرة من التاريخ وخاصة في الأصول الإسلامية الأولى والأصول البشرية بأكمل كان مطلوب الآن بالعكس الآن لا يوجد مفهوم الجماعة بالعكس مفهوم والجماعة والأمة مفهوم لا يوجد مفهوم ولا الملة هذه كلها بفاهيم بالية ولا العشيرة لا يوجد الإنسان يحتاج هذه الأشياء الإنسان الآن يحتاج أن يستقل الشعوب الآن والبلدان العالم يأكمل الآن رئيس مالهم الكبير هو رئيس مال يعني الإبداء الفردي كلما تلكت مواهب وطاقات وفردية مبدعة الشعوب كلما تقدمت وتطورت سابقاً كان الأمر بالعكس كلما كانت أكثر يعني تراث وإلغاء للفردية والإبداء والروح الإبداء إلى آخر الإنسان كلما كانت الشعوب تستطيع أن تصمد أمام الغزوات الخارجية الآن لا يوجد قانون دولي وأعراض 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 تحكم الجميع وبإمكان الإنسان عايش في أوروبا حقوقك مصانع لا تحتاج أن تخشى من أي شخص أفعل ما تشاء لكن المهم لا تحتاج إلى على الآخرين أو تهيمن عليهم وتجبرهم على تقاليدك وثقافتك لا دعي براهتك وبالتالي أنت حقوقك مصانع وكل مفتاحين والكل يعمل في مجاله واختصاصه وفي تنمية طاقاته الخاصة فأنا أقول لابد أن نشعر بالإهانة وعندما نرى العالم يتجه الأمام ونحن نتجه وحدنا نتجه للخلف ومع هذا نفتخر بهذا التجارة للخلف بالتالي من جعلنا لا نشعر بالإهانة هو لما أولياء الأمور كما يسمون نفسهم والذي يفشلوا بكل أمر طبعا عندما يجبروننا على طاعة أمرهم والسير خلفهم مهما فعلوا أو ارتكبوا يجب أن نعرف أن هؤلاء جعلونا نفكة حسنا الأخلاقي والإنساني عندما نرى فقراء وأقفال يسولون في تقاطعات الطرق ونكتفي فقط بإطلاق كلمات عامة مثل يعني هناك فاسدين وتجاردين وبدون كلام عام ونتجنب نتجنب أو نستر على روحنا هذا المطلوب كما قلت هو مشكلتنا كبيرة لكن السؤال ما نجعلنا نرفض الحوار الحقيقي فيما بيننا أو بين الآخرين من المختلفين عننا يعني كأجناس أو كأديان هذا لا بد أن نتسأل من المتهم بهذا العمل الآن أو لا بد أن نتسأل هل هذا من هنا أقول لماذا يعني ما نريد نفكر لكل اللي جرى إننا هو سبب هذا الدين الشاعر والأتهم هؤلاء الذين يكلزون الذهب والفضل بإسم الدين ويشترون الذنب لماذا لا نقول مثلا للمحتال والفاسد أنت فاسد ومحتال لماذا مثلا لا نقول للفاشل أنت فاشل ونحن لا نريد أن يقود نفاشل لا نريد لا نريد يا أخي هل تفاشل أرقام تقول أن تفاشل ما قدمتنا الشئ المفيد الشعارات لا نحتاج لا نريد أقوال نريد أفعال هذا شعار بسيط لكن بإمكانه يغير مستقبلنا بالكامل وعلينا أن نتساعد من الذي جعلنا بدلا من أن نشغل بهذه المحجبة وذلك لا يؤدي فراء ضدين وهذا مفطر ويجب أن يعاقب بدلا من أن نشغل بهذه التفاهات علينا أن يعني نعرف من الذي خلالنا ندخل بهذه الحروب الخاسرة التي لا ننع بها أي مصلحة وهؤلاء أيضا بعد أن ننهز ونقطق ونشرق ونخرج لنطلع ونصفق لهم يعني هم يوقعون على بيع أوطان الغرباء ويدعون بأن الآخرين هم الذين يهاجمون لنا وينوم الآخرين يعني بل نطلب من الأجنبي يعني يعني عاملنا بطريقة أفضل إذا أطلب يا أخي أطلب منها على المتحكم بأمرك أنت ضحية هؤلاء الذين يقتصبون يوميا يقتصبون لك في حياتك في مستقبلك في واقعك في مصيرك في علاقتك مع أهلك في أبسط أشياء حياتك يقتصبونك ويستنزفون طاقاتك ويستغلونه فأنت عليك أن تطالب هذا ومو أن تتدافع وتهتف مع بتبرير أخطاء بأنه هناك قوة خارجية ومحتلين أجانب لا هو هذا المحتل ما هو المحتل وما يمثله من دين شائعة وثقافة شائعة عندما نكون قوياء داخلنا عندما يكون الآخر لا يستطيع أحد أن يهزلنا الهزيمة داخلنا وليس خارجنا الهزيمة أنه عندما نرفض أن نعترف بأخطاءنا ونفضح أنفسنا بأنفسنا هذا هو الواثق من نفسه هو الذي يقرب كيف يجابه نفسه ويقرب كيف يطور نفسه من هنا أنا أعتقد أن العربي هو عدو نفسه يعني الأكبر عدو للعربي هو نفسه ومجتمعاتنا هي عدوة نفسه وعلينا نكشف هذه الحقيقة ونعمل على أساس أن نفضح هذه الحقيقة بكل الطرق كل واحد وطريقتها هذا الشيء الذي نستطيع أن ننهض معنى النهور من نهور من أفق جديد من ثقافة جديدة من وعية جديدة من رؤية جديدة هذا النهور وليس النهور من ماضي تليد وكما هاي الكلام الشعارات التي دمرت حياتنا دمرت مستقبلنا وهنا الآن جميعا ضحايا هذه الشعارات وضحايا الأفكار والعقائد الاستدادية وأبرزها العقائد الدينية طبعا وأقول علينا أن نحاسب هؤلاء ونقول بأن علينا أن نعرف من جعلنا مجرد مطبلين ومزمرين لهذا الدجال الإمام الدجال وذاك الفاسد المهتار علينا كما قلت أن لا نفرح ب علامات ورموز التخلف بل أن نفرح بعلامات التقدم والتطور والخلاص من أصول الماضية وقيم الماضية المتخلفة علينا أن نرفض أن نرى شباب يقفلون ويذبحون على يد دواعش ومواعش 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 وعلينا يعني لا نفرح أو نغضب لأجل أنه هناك متخلف وحص عقام بشيء سيئ لماذا لا نباري مثلا المنايين يهربون فرارا من صراعات التافة لماذا لا نرى الواقع كما هو الواقع يقول لأننا مارسنا العنف تقريبا تقريبا هذه القرن كامل نمارسنا العنف بإسم الدين أو بإسم العقائد المدمرة طول البلدان الإسلامية وعرضها ما كانت النتيجة؟ لماذا لا نسألنا نفسنا نفضح الأسباب الأسباب ما هي الأسباب أنا أعلي ليس كما يظهرون المفكرين يتحدثون عن هناك أخطاء ويجب أن نجري إصلاحات ومزايف لا يوجد أي شيء أصلاح هذه كتبة كبيرة لما نتخلص من أكثر سنتظروا أن حتى جواز السفر أصبح مكرمة يعني الإنسان العربي الآن والمسلم أصبح مرفوض بكل دول العالم هذا أبسط حق من حقوق الإنسان أل يكون الإنسان العربي ومسلم ما حياته؟ أو الناس يأتي على زوره يعني بلدان العربية لا يصل يخشى الدخول إلى هذه المناطق وأعتبر ممالك خاصة من فلان أو ألان أو هم كل مناس هناك جهلة ومتخلفين كلنا نعرف هذه المسألة لكننا نتستر على ما يجري هذه الوحة نتقبل فكرة فضح ما هو موجود سواء على صعيد الخارج الخارج يعني المحيط البيئة أو على صعيد النفس علينا مثلا من أخطائي أنا أعترف بأخطائي أنا أكون جاهل وكنت أعرف بأنه لدينا مشاكة كثيرة وقد أترى من مواجهتي الآن لا أعترف أنه أنا تقاتل يا ربيت عليها لا ما أتقبلها بعد الآن على الإطلاق علينا أن أنشئ أشياء جديد وأدعو الناس أن يفرجون من شرنقة أو زنزانة هذه المعتقدات المتخلفة وتبريرها بوجود آخرين ومحتلين وغزاة هذا لا بالعكس هذا التبرير وتغطية وتواطئ مع المجرمين والفاسدين لهذا حتى لا أطول أقول كان يجب أن يتساءل ولكن لم يكن يجب أن نثور على نظام من أجل نظام كثيرة بدلا من أن نثور بإسم الدين أعرف أن البعض سيغلغون عندما قلنا أن الدين هو سلط الرئيسي لا هذا الدين شعر هو سلط الرئيسي فيما يحدث الكل يخاف من هذا الدين يعني الدين مخيف ليس فقط كأفراج من خاف من أنك الدين الشعر وأنا خاف من أنك كحكومات رؤساء الدول خاف من أنك رؤساء الدول الكبرى خاف من هذا الدين الشعر بالمناسبة هل هذا شيء يشرف الدين؟ أختم قولي بهذا وأقول أن هذا الدين لا يشرف أحداً دين يخشى العالم جميعاً منه هذا الدين لا يشرف أحداً بالمناسبة كثيرون يفتخرون بهذا بأن الدين يخشى العالم كله من قوته وتماسته لا على الناس جميعاً والعالم جميعاً أن يقول انظروا هذا الدين العظيم كم جميلة كم متصامة وكم يحمل من قيم سامية ونبيلة هذا هو المطلب أن نقوله وليس العكس أختم ما أقول أن الموت يقال بأن الموت ستر والحياة فضيحة فأتساءل فأيهما تفضلون؟ أترك لكم زعاد مع السلامة وشكراً للإنسان وأتمنى أن تشتركوا بقناة ليسركم كل جديد مع السلامة